بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتك ودورة التحليل الرقمي الاحترافي هنتكلم النهاردة عن نسبة فساغورس باعتبارها من الاعداد الخاصة Air National Air National اللي هي الاعداد غير نسبية تمام؟ طيب تعال نشوف الحكاية ايه طبعا احنا اتكلمنا وقلنا هناك تقسيم للأعداد اعداد غير نسبية Air National تمام؟ واعداد Rational اللي هي الاعداد النسبية تمام؟ ايه الفرق ما بينهم؟ الاعداد النسبية هي اعداد منتهية يعني ايه اعداد منتهية؟ يعني لما تذهب الى الExcel وتجي تعمل مثلا واحد هنا واثنين فانت لو عملت قسمة واحد على اثنين هيعملك عدد منتهي اللي هو خمسين بالمئة تمام؟ ده كده عدد منتهي تمام؟ لا يوجد بواقي ما فيش باقي تمام؟ لكن لما تيجي هنا تعمل اثنين على تلاتة تمام؟ وتيجي كده تشوف النسبة كام؟ اوه زيرو بوينت ستة 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 فاهم؟ فعدد غير متناهي ده كمان الExcel اللي هو جايب الاعداد ديت لكن انت لو عملتها على الى حسبة متقدمة هيجيب لك ستات كتيرة جدا تمام؟ لان هو عدد غير متناهي تمام؟ كل ما كانت دكة الى الحسبة كبيرة كل ما يطلع لك ارقام اكتر من ذلك بكسير يبقى انت فهمت الفرق ما بين الاعداد النسبية والاعداد غير النسبية احنا بنتناول في سغورس باعتباره ارناشنال عدد ارناشنال فهو عدد غير نسبي تمام؟ كانوا بيقولوا زمان في علماء الرياضيات يقولك ايه لا يوجد رقم يتم ضربه في نفسه يعطيك اثنين والحقيقة ده كان خلاف رياضي كبير جدا تمام؟ وبعد كده في سغورس يجيه واثبت ان هو هناك عدد اذا تم ضربه في نفسه يأتي الناتج العدد اثنين تمام؟ طبعا النظرية مشهورة جدا نظرية في سغورس وكانت عبارة عن ايه؟ A square plus B square equal C square تمام؟ يعني A تربيع زائد B تربيع تساوي C تربيع تمام كده؟ طيب يعني هو بيقولك ايه؟ الضلع ده هو واحد الضلع ده واحد والضلع ده واحد الوطر اللي هو بيكون ما بين الضلعين بيربط ما بين الضلعين بيكون دائما هو الجزر اثنين تمام؟ تمام؟ وهتجد المقاسات اغلبها حتى مقاسات الكتب او اللي هو A4 الورقة A4 نفسها اللي انت بتطبع عليها او بتستخدمها دي معمولة وفقا للجزر التربيعي للعدد اثنين تمام؟ ليه هي نسبة جمالية؟ هي نسبة جمالية يعني انت لما تيجي تعمل اي حاجة وفقا لهذه النسبة بتجد تناسج غير طبيعي تمام؟ طيب هو عبارة عن يبقى سباك في سغورس هو عبارة عن الجزر التربيعي للعدد اثنين اي العدد الموجب الذي اذا ضرب في نفسه كان الناتج العدد اثنين ويقال ان هذا العدد هو اول عدد غير جزري تمت معرفته عبر التاريخ وستجد ان في سغورس عمل ما يسمى بمرهارة في سغورس والتي يقول فيها ان اذا كان هناك مسلس قائم الزاوية تمام؟ ادي قائم الزاوية تمام؟ له ضلعين يساوي العدد واحد هنا هو الضلع الاول واحد وله الضلع الثاني واحد سيكون الوطر عند اذن الذي يصل ما بين الضلعين يساوي الجزر التربيعي للعدد اثنين وهتجد فيه طبعا اساد زكبار في نظرية الاعداد من جامعة باريس منهم بنواريتو بنواريتو عنده كتاب اسمه ماء العدد وعنده الجزر العجيب للعدد اثنين عنده كتابين الحقيقة من الكتب الرائعة تمام؟ لكن احنا لسنا علماء رياضيات احنا عاوزين ناخد الحاجة ديت وانطبقها في الشرط تمام؟ طبعا يساوي الجزر العدد التربيع للعدد اثنين كل عدد غير متناهي شايف عامل ازاي؟ طبعا احنا ماخدناش بقى واحد فاصل واحد واربعين لا احنا عملناها اربعتاشر فاصل اربعتاشر تمام؟ اللي هي ديت كده اهي احنا اخدنا دي كده وعملناها كنسبة من نسب فيبوناتشي تمام؟ اربعتاشر فاصل اربعتاشر طيب وعندما ارادوا ان يعملوا نسبة تقريبية اوصلوا الى تلك النسب الكسرية التقريبية 3 على 2, 7 على 5, 17 على 12, 41 على 29 هناخد النسبة منهم معte solid 1430 على 29 ايه 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 برضو ما جابتش الاربعه واحد اربعة وس Host 2 ايه مفروض دي تبقى أربعه تمام؟ لو انا ذهبت الى الباوندين على المستوى الشهري طبعا في سغورس يفضل انت تستخدمه على المستوى الشهري او الاسبوعي تمام لتحديد الاتجاه لان انت بتحدد اتجاه تجاه رئيسي والاتجاه الرئيسي لا يتم تحديده الا على مستويات الشهري والاسبوعي تمام اما الاتجاه الفرعية فهو اليوم بيكون اتجاه فرعي تمام طيب انا دلوقتي عندي قاع محقق قاع مؤكد اللي انا شايفه بعد ما صعدت كده الاسعار انا شفت ده خلاص انا عرفت ان ده هو ده القاع تمام هل يوجد جدال في ذلك هل يوجد مشكلة في ذلك ان انا شايف القاع انا شايف القاع من غير ما حد يقولي وانا هنا الاسعار انا شايف هنا القاع لكن انا عندي مشكلة في القمة امتى احدد القمة احدد القمة لما يكون هناك افتتاح واغلاق ادنى في سغرس بمعنى ايه انا هو كده سحبت من نسبة المئة بالمئة الى نسبة الزيرو هنا كده تمام نسبة المئة عند القاع او نسبة المئة بالمئة عند القاع هل يوجد مشكلة في ذلك لا يوجد مشكلة لين ده بالنسبة لي هو ده القاع تمام انا شايفه والاسعار هنا انا شايف ان ده هو فعلا قاع لكن هنا انا مش قادر احدد فين الكمة فاول ما جاءت هذه الشمعة الحمراء ديت انا قلت اه تعال بقى اشوف نسبة فسا هورس نسبة فسا هورس هي 14.14 انا بعملها طبعا على الشرط اهي ده بتيجي اقول 14.14 هتلاقيني اعملها كده هذه النسبة ايه كلها هنشوف 14.14 ايه تمام زيرو بوينت 14.14 وهنا 14.14 وتعمل علامة بالمئة وعلامة الدولار علشان يطلع لك السعر تمام خلاص انتهى الامر طيب انا هنا هعمل ايه خط كده باللون الاحمر تمام على نسبة فسا هورس او يكون مطابق بحيس ان انا هشوف ايه الخط الاحمر تمام انا هنا خلاص انا حددت ان هو هنا خلاص هيبدأ يكسر تمام طبعا انا مش هنتظر بقى فتح واغلاق شهري لان انت لو انتظرت فتح واغلاق شهري يعني هيفوتك كتير تمام فانت بتعمل ايه بتيجي كده على الزمن وبتيجي مثلا هنا اوه وبتعمل كده تمام وبتشوف التاريخ 11.2015 فانت هتروح على المستوى الاسبوعي وتشوف امتى تحقق هذا الكلام 2015 اوه تمام هنا افتتاح اسبوعي تمام ادنى ايه ادنى نسبك في صغورس تعال بقى للشمعة الاسبوعية ديت وشوفها كام 18.400 18.439 الهاي واللو كام 18.038 هافترض ان انت بعت عند 18.000 تركت ربعمائة نقطة للسيد السوق مفيش اي مشكلة تمام اللو الخاص بيك مش هقولك اللو ده هقولك اللو ده تمام اللو ارتد منه كام 15.164 انت تتحدث عن حوالي 3000 نقطة وزيره ريسك انت متخيل هذه النظرية كنز من كنوز التحليل الرقمي يعني في البعض من رواد التحليل الرقمي ومتجرين التحليل الرقمي لا يعمل الا بهذه النظرية يقولك مش عاوز اشتغل بحاجة تانية هشتغل بحاجة تانية ايه ده انت بتعطيني 3000 نقطة zero risk zero انعكاس تمام فهو يقدر يدخل بعقود كبيرة ويقدر يدخل تتبع اتجاه يعني ايه تتبع اتجاه انا قلتلك قبل كده ان تقسيم ال 16 ده هو بالنسبة لك هو تحديد الارباح الاهداف الخاصة بيك كل ما يهبط عن خط يبقى انت بتشوف الخط التالي تمام كل ما يهبط عن خط الاسعار بتشوف خط تالي تمام وتقدر تعمل المتوسط المتحرك تقدر تعمل المتوسط المتحرك ما فيش اي مشكلة لكن يفضل ادوات اخرى غير المتوسط المتحرك تخليك شغال بنظريت في صغورس تمام وهنتبج معها فيما بعد حاجات ادوات متقدمة جدا هتعرفك العرض والطلب والمناطق الخاصة بالمقاومات الرقمية القوية والدعوم الرقمية القوية بحيث يكون فيه كلاستر قوي وتقدر تتاجر باريحية لكن انت دلوقتي بتعمل ايه بتحدد الاتجاه الرقم انا حددته على المستوى الشهري وبعد كده سحبت على المستوى ايه على المستوى الاسبوع وبدأت ايه اتاجر لما دخلت هنا مثلا بلط واحد دولار طب الله نسبة 18.75 بدأت ايه الاسعار تهبط دون الخط اللي هو الخاص ب18.75 ازود اه ازود تمام هنا فاصل 25 25% تقدر تزود تزود تمام كل ما ينزل عن نسبة تقدر تزود لكن انت عندك نسبة 37.5 غالبا ما بترتدي منها الاسعار يعني بص 37.5 اه تمام ارتدت منها الاسعار فانت بتعمل الطارجة الخاص بك لو ارتدت منك الاسعار فبتعمل الطارجة هنا وبتستقنى في البيع مرة اخرى لما تلاقي ايه ان شمعتين متساويتين او شبه متساويتين اه وصلوا لخط ومش قادرين عليه خلي بالك في الغالب بيتم اعادة الاختبار على نسبة في سغورس مرة اخرى يعني ممكن تجد الاسعار بدل ما زهبت الى نسبة الخمسة وعشرين بتذهب لاعادة الاختبار عند نسبة الاربعتاشر بالمئة تمام اللي هي اربعتاشر فاصل اربعتاشر اللي هي نسبة في سغورس لكن خلي بالك انت بتبيع مرة اخرى لكن انت ايقاف الخسارة عندك ايه؟ اما كامل شمعة اعلى نسبة الزيرو افتتاح واغلاق اعلى نسبة الزيرو او افتتاح واغلاق اعلى سالب في سغورس تمام؟ كل الحجال بتعمل سالب علامة الماينوس وبتعمل اربعتاشر فاصل اربعتاشر تمام؟ او لمس نسبة سالب خمسة وعشرين تمام؟ يبقى انت ايقاف الخسارة احد سلاسر اما افتتاح واغلاق فوق نسبة الزيرو او افتتاح واغلاق فوق نسبة سالب في صغورس او مجرد لمس سالب 25% تمام وتتبع الاتجاه وفقا لتقسيم ال16 تمام كلما هبط دون خط تقدر تبيع مجددا تمام تقدر تزود تقدر تستخدم متوسط متحرك ما فيش اي مشكلة تقدر تستخدم متوسط متحرك يبقى ده اول استخدام لنسبة في صغورس تستخدمها على الشهري وزي ما انت شفت احنا على الاقل كده 3000 بيب ده غير بقى تتبع لاتجاه تقعد تبيع اكتر من مرة فال3 دولار انت مبتاخدش 3000 انت ممكن تاخد 15000 ممكن تاخد 20000 نقط تمام لان انت على طول عمال بتبيع خلاص انت اعطاك سيجنال قوية 0 عكاس فبتقدر تبيع بقى رياحي تمام طيب احنا كده شفنا مثلا اتجاه كان صاعدا وهبط طيب اقدر اعمل من اتجاه الصاعد ده الى الاتجاه الهبط اه ليه كمة مؤكدة تمام يعني وانا هنا انا شفت ايه ان دي كمة مؤكدة تمام لما تيجي كده بقى افرد اللي انت رسمتها ايه نيه نسبة طبعا المئة بالمئة افرد اللي انت رسمتها مثلا هنا يعني عملت الزيرو كده تمام عملت الزيرو هنا الشمعة ديت هل يوجد كامل جسم الشمعة اعلى نسبة فسا هورس ايه دي نسبة فسا هورس ايه دي اهو نسبة فسا هورس هنعلمها باللون الأحمر هنا تمام الشمعة ديت هل يوجد جسم الشمعة اعلى نسبة فسا هورس لا الشمعة دي اعلى نسبة الصغورس لا تمام ودي عملت لو جديد خلاص يبقى انا هاخد اللو الجديد ده تمام برضو لا يوجد جسم شمعة تمام لغاية مادية عملت ايه لو جديد تمام يعني انت اهو عملت اهو ايه عملت اللو عالشمعة ديت تمام ونسبة الصغورس اصبحت فين اهي على الخط ده هل الخط ده يوجد كامل شمعة فوقي لا لغاية ما تحقق اللو هوا تمام يبقى انت هتبدأ ترسم بقى ايه يعني انت عمال ترسم على اللو اللي عمال يتحقق وما فيش اه نسبة من النسب في صغورس تحققت بالنسبالك تمام اه دي نسبة في صغورس تحققت هنا تمام اه ده تمام هنا بقى خلاص هو صعد اعلى ايه اعلى نسبة في صغورس اذا القاع او القمة المحققة والمؤكدة تمام اللي هي الايه اه فيه ايه وفيه بي تمام ايه مثلا كانت القمة يبقى انت محتاج بي بي ديت مش هتقدر تقول ان دي هي النقطة بي الا ايه الا ما يحدث هذا الشرط وجود كامل شمعة اعلى نسبة في صغورس ولو كان اه الاتجاه صاعدا تمام يبقى ايه اه وجود كامل شمعة ادنى نسبة في صغورس فهمت الحت ديت يبقى انت ايه اه احد الاتجاهات هو خلاص تحقق اللي هي القمة انا شايفها تمام لكن القاع هو انا مش شايفه يعني عمال احدد القاع ده مفيش اعلى من نسبة في صغورس احدد القاع ده مفيش اعلى من نسبة في صغورس لما حددت بقى القاع هنا بدأت الشمعة ديت تظهر لي طب انا هنتظر الشهري لا احنا قلنا ايه هنعمل كده على المستوى الزمني اهو الشمعة ديت ايه واشوفها اه بتاريخ كام واحد حداشر الفين وستاشر تمام واروح على المستوى الاسبوعي عشان اقول انا ايه انا هشتري عند واحد حداشر الفين وستاشر ايه او الشمعة ديت ايه فوق نسبة في صغورس هي اللي قالت لي ايه اتفضل اشتري تمام الشمعة ديت كان كام اه لو تلتاشر الف ربعمية وعشر تلتاشر الف ربعمية وعشر تمام فدخلت وزيره انعكاس وطبعا هنا بقى التأكيد اللي هو فوق نسبة اه 18.75 قدرت ان انا ادخل تمام وزود يعني انا فوق نسبة في صغورس انا بادخل اه بعقد مثلا اه بعشرين سنت بخمسين سنت ايا كان على حسب اه ادارتي لرأس المال وبعد كده بزود لما بيذهب مثلا ل 18.75 اول ما تم الافتتاح خلاص ده كده تأكد الاتجاه علشان اقدر ايه عندي بقى نسبة 37 اهو زهب اربلت 37 كام 14.800 لاحظت حاجة هنا الافتتاح كان كام ادنى حاجة ادنى حاجة كان 13.400 13.400 لاربعتاشر الف ربعمية انت بتتحدث عن 1400 نقطة زيره نعكاس يا سيدي اخدت 1000 نقطة زيره نعكاس انت متخيل فهي كاستراتيجية نكحة للغاية طيب خلي بقى لك انا قلت ايه قبل كده اكتب حاول تكتب كل الكلام ده لان الكلام ده مهم قوي في تحديد الاتجاه انا قلت لك يمكن اعادة التجربة اعادة الاختبار مرة اخرى على نسبة في صغورس هل لازم يلمس نسبة في صغورس لا ممكن يلمس نسبة 18.75 ويرتد تمام ويصعد اهو ولما صعد صعد لايه لنسبة 43.75 ارتد من ايه من 18.75 لو لاحظت هنا اقترب من الخط وهنا دي شمعة الحدث وشمعة ما بعد الحدث انا يهمني الشمعة اللي هي ما بعد الحدث طالما الشمعة دي لمست هذا الخط فانا واعتبر ان الخط ده قوي بشوف الشمعة اللي بعديها هل الشمعة اللي بعديها بدأت ترتد من هذا الخط اذا يبقى الخط ده قوي واقدر اشتري تمام لكن لو انا اشتريتها عند 18.75 اخلي بالك من الحدث دي قوي هيكون اقاف الخسارة الخاصبية زي ما قلت ايه اما كامل شمعة اسفل زيرو او كامل شمعة اسفل سالب في صغورس او لمس سالب 25 بالمئة تمام انا بالنسبة لي بقى افضل طبعا كامل شمعة فوق الزيرو تمام افتاح واغلاق اسفل الزيرو هيكون طبعا لان سالب في صغورس ده دي بعيدة انت بتخيل الفرق ما بينهم حوالي 1000 بيب 1000 بيب لان انت بتكلم في الشهري تمام فدي عايزة بنك مركزي اللي هو يعمل الستوب مش عايزة متدول عادي فانت من نسبة لك لو انت هتعمل على المستوى الشهري والاسبوعي لا خلي اقاف الخسارة وافتتاح واغلاق ادنى الزيرو طالما انت عامل على المستوى الشهري الشهري وكمان انت عامل على الباوندين تحرقاته عنيفة جدا تمام فمش هتنتظر لسالب صغورس وسالب 25 اللي بيحدد الكلام ده الفولاتيلتي الخاص بزوج العملة والمستوى اللي انت بتحلل عليه طيب انا دلوقتي عايز بقى احلل وفقا للاسعار الحالية اللو معروف لكن القمة حتى الان غير معروفة انا هبدأ بقى اعمل اللوك ده تمام واقول ان دي هي القمة يعني الزيرو ده هنا تمام طبعا انت يفضل ان انت تعمله بالارقام يعني انت تعمل الارقام خطين للارقام وتعمل عشان بتبقى ايه بالزبط تمام انا عملت او حددت تمام اا طيب هاجي بقى ااجي على الاسبوعي اسحب على الاسبوعي طيب هل يوجد كامل شمعة ادنى نسبة في الساورس لا يوجد يبقى حتى الان انا مقلبش الاتجاه بالنسبة لي الboundين مقلبش الاتجاه تمام يقلب اتجاه امتى عندما يتم الافتاح الاسبوعي ادنى سالب في سهورس اول ما يتم الافتاح اسبوعي ادنى في سهورس يبقى انا خلاص اخدت السجنة لخاص بيا اقدر ابيع واقدر اربح ارباح جيد تمام يبقى ده بالنسبة ايه للأسعار الحالية لو انا عاوز ايه ان دي القمة الخاصة بي تمام طيب انا لقيت الأسعار ارتدت وصعدت مرة اخرى قرب 164 48 اقدر ابيع هنا اقدر ابيع هنا باعتبار ان دي القمة تمام لكن اقاف الخصارة الخاص بي هيكون ايه اعلى مستوى الزيرو انا قلت لك اما ان يكون اعلى مستوى الزيرو او اعلى سالب في سورس او اعلى سالب 25 تمام كده لكن انا كده انا عملت ايه انا قلت ان دي القمة لكن هل تأكد هذا الكلام لا حتى الان لم يتم تأكيد ان هذه هي القمة ليه لان حتى الان لا يوجد على المستوى الاسبوعي كامل شمعة جسم شمعة ادنى في سورس فهمت الحتة دي الحتة دي مهمة قوي تمام ما تحكمش على الاتجاه الا لما تلاقي كامل شمعة ادنى في سورس او اعلى في سورس تمام طيب نذهب الى زوج عملة اخر ونحلل اا ده الدولار كندي فانا هاجي عايز اا طبعا القاع اهو انا شايفه تمام لكن الكمة انا هقدر ايه احدد القمة هنا اه ده ايه تمام واعمل القمة كده على مستوى الزيرو اهو دي اعلى قمة جاءت مش هقدر احدد القمة الا ايه لما ارى اا نسبة الفيساغورس تمام نسبة الفيساغورس فين نسبة الفيساغورس هنا اهي تمام اعملت ايه المطابقة ما بين الخطين ويظهر اللون الاحمر طب كويس هاخد بقى الشمعة ديت واعملها كده المستوى الزمني اهو علشان ايه اقولها اه هنا واحد اربع الفين وتسعة تمام واجه على المستوى الاسبوعي الفين وتسعة اهي تمام وجود كامل شمعة ادنى ايه ادنى نسبة الفيساغورس اول ما لاقي ايه اهو افتتاح ادنى نسبة الفيساغورس خلاص انا اخدت السجنال الخاصة بيا وتأكيد السجنال ايه هذه الشمعة اللي ايه ادنى نسبة 18.75 هذه الشمعة تأكيد لنسبة الفيساغورس خلي بالك اعاد ايه اعاد الاختبار مرة اخرى على نسبة الفيساغورس لمسها تمام فتقدر ايه تقدر تبيع زيرو نعكاس اتفضل بيع بيقولك اتفضل بيع وهنا اعاد التجربة على ايه على 18.75 وبعد كده خلي بالك هو هنا ايه هو هنا اتناشر الف وخمسمية الهاي تخيل بقى ان هو مثلا هنقول انت اغلقتي هنا تمام كام كان عشر تلاف سبعمية خمس وتمانين يعني حوالي اكتر من الف وسبعمائة بيب الف وسبعمائة بيب فطبعا الكلام ده في غاية الخطورة ان انت في الزوج عملة واحد تحصل على هذا العدد المهول من النقاط باستراتيجية وحيدة ده طبعا في غاية الروعة طيب انا عاوز بقى اجربه على هذا المستوى الشهري الحالي تمام فانا هاجي كده اعمل اهو 100% واعمل الزيرو اهو نسبة المئة بالمئة ونسبة الزيرو هنا تمام طيب نسبة الفيساغورس اه بص بقى دي حاجة مهمة جدا نسبة الفيساغورس هنا بيتم التجربة عليها اكتر من مرة يعني لمسها مرة اتنين تلاتة اربعة كل مرة بيعطيك ايه سيجنال شرائية اتفضل اشتري تمام طالما هو اعلى نسبة الفيساغورس يبقى هو ما زال في مرحلة الصعود طبعا القاف الخسارة هو وجود كامل شمعة اسفل الزيرو تمام فطبعا تعال بقى نشوف الاسبوعي ايه ده تمام ايه ده نسبة الفيساغورس وطبعا هو زهب قرب السبعة وثلاثين ونصف اللي انا قلتلك ايه استمرارية الاتجاه الصعود تمام يقترب منها يدخل هنا في القناة اللي ما بين واحد وثلاثين فاصل خمسة وعشرين الى سبعة وثلاثين ونصف ما يقدرش ويعاود مرة اخرى الاختبار لنسبة الفيساغورس تمام فاقدر اشتري عند نسبة الفيساغورس مفيش اي مشكلة اقدر اشتري بالقرب من نسبة الفيساغورس هل يقدر يعاود الاختبار على نسبة الزيرو ممكن يعاود الاختبار على نسبة الزيرو مفيش اي مشكلة تمام طيب خلينا نطبع على الدولار ين على المستوى الشهري هنا طبعا ادي القاع تمام فاقدر اعمل اهو نسبة الفيساغورس بكل سهولة اه دي اه نسبة الزيرو تمام القاع والقمة تمام لاحظت حاجة ادي نسبة الفيساغورس اه هنشوف امتا اي هنا اي تمام ويه اا ادي ال ا فين نسبة الزيرو ادي نسبة الزيرو عايزين ا دي دي الشمعة اي نشوف هدية دي بتاريخ واحد اثنين الفين وستاشر فاحنا هنذهب الى على مستوى ال الاسبوعي اه تقدر تدخل هنا اه زيرو رزق دخلت عند كامل هاي مية وسبعت اش اثنين وخمسين ده الشهر الاسبوع ده فقط زهب الى مية وعش يعني عملك كده حوالي اكتر من ستمائة وخمسين بيب سبعمائة بيب اسبوع فقط تمام ده غير انه تسعة وتسعين يعني تسعة تلاف وتسعمائة تمام فهبط هبط كبير جدا اذا نزمة فسهورس بص بقى عاد الاختبار مرة اخرى على نزمة فسهورس بس بعد ايه بعد فترة طويلة تمام هل يمكن بيعوا مجددا عندما يكون هناك اكثر من شمعة على نفس الخط باعتبار ان هذا الخط هو خط قوي للغاية ا تقدر تبيع عند نسبة فسهورس ليس في هذه الشمعة وانما في الشمعة التالية شمعة ما بعد الحدث باعتبار ان الخط ده اصبح خطا قوي تقدر تبيع في الشموع التالية اه اقدر ابيع في الشموع التالية واقدر ابيع عندما يكسر مستوى 18.75 يبقى هو لمس النسبة الخط القوي وبدأ يكسر النسبة السابقة فاقدر ابيع وزود اللط الخاص بي خلاص انا تأكدت من مسألة الهبوط القوي مرة اخر تمام كده خلي بالك ان النسبة فسهورس ممكن تأتي بسرعة شديدة جدا يعني مثلا انت لو جيت رسمت هنا على المستوى الشهري ادي الكمة اه تمام 100% ونسبة الزيرو هنا القعفين هنا اه تمام عند الشمعة الحمراء اه تمام لاحظت نسبة الفسهورس اه ديت نعملها بالخط الاحمر عشان نشوفها اه تمام وهتيجي تعلم بقى على الشمعة عشان هتسحب على المستوى اللي هو الاسبوع اه يوم كام 11 2016 هتيجي على الاسبوع اه فين كامل اه الشمعة ديت هتدخلك ايه الشمعة ديت هتدخلك وخلي بالك هو اعاد الاختبار بس قرب ايه قرب الفسهورس تمام قرب نسبة 6.25 اه تمام لكن جسم الشمعة هو اللي يهمك يعني هو ايه هو اخترق قصر عزرا نسبة فسهورس وقرب من نسبة 6.25 لكن جسم الشمعة فين اعلى نسبة 18.75 وبالتالي كل هذا الزون الرقم اللي هو فيه دي للشمعة ديت هو اه للشراء تمام هو سيجنل قوية جدا للشراء اخدت السيجنل منين اول حاجة وجود كامل شمعة اعلى نسبة فسهورس تمام وبالتالي قلب الاتجاه الهابط الى اتجاه صعد ليه لان فيه شمعة فوق نسبة فسهورس تمام وعدم وجود كامل شمعة اسفل نسبة الزيرو تمام تالت حاجة ان جسم الشمعة اللي هو هبط ده هو اعلى نسبة 18.75 تمام يبقى فهمت المعطيات الخاصة بيله وفعلا انت لما اشتريت هنا يعني الشمعة ديت بص انت اشتريت فيها عند 101.19 اللي هو هفضل دي انت اشتريت 102 هنا الشمعة ديت 118 16 يعني 1600 1600 نقطة تقدر تشتغل تتبع تجاه تقدر تعمل المتوسط المتحرك الخاص بيك مفيش اي مشكلة او او بالخط الازرق اهو طبعا لما الخط بيبقى بهذه الحدة تمام وهذه الزاوية الحدة لدرجة انه يعني هنا بدأ يلف فانت ما بين 68.75 الى نسبة 75 انت هنا التارجة الخاص بيك طالما المتوسط المتحرك ايه بدأ يلف هنا كتحديد الاتجاه مع تقسيم 16 تمام كده طيب انا بالنسبة للصعود الكبير جدا للدولار ين عاوز بقى اطبق هذي النظر ابدأ اعملي اهي تمام نسبة المئة بالمئة ونسبة الزيرو اهي بالاعلى تمام الافتتاح الاسبوعي ادنى الـ 121 82 يبقى كده الاتجاه اصبح هابطا او الافتتاح الاسبوعي فين اه بدأ اهو بدأ هيهبط هنا بقى فيه حاجة اعلى سعر بعيد تماما عن جسم الشمعة كلما جسم الشمعة يكون بعيد عن اعلى سعر بالنسبة لي هذا الشكل بيكون سيجنال قوية للغاية انا عندي الاسبوع المقبل ان شاء الله مفترض ايه لو هو اه 121 23 لو هو تم افتتاح ادنى 121 82 يبقى هو اعطاني سيجنال قوية للبيع لكن هذه السيجنال لها معطيات معينة ايه هي انا طبعا شغال بادوات تحديد الاتجاه ومن ثم يبقى لازم وجود كامل شمعة اعلى نسبة الزيرو تمام فتح واغلاق اعلى نسبة الزيرو علشان اقول ايه ده اقاف الخسارة الخاص بيه تمام او اعلى سالب في سغورس او مجرد انه يلمس سالب 25 بالمئة تمام اا طبعا هو ده خلاص يعني المستوى الاسبوعي هو ده اللي يحدد لك الدخول وبعد كده التركة الخاص بك هيتحدد عن طريق تقسيم ال16 تمام طبعا نستطيع دمج نسبة فسغورس مع الادوات الاخرى للتحليل الرقمي سواء دورات مسلسية قنوات مسلسية اعداد تحدد الاتجاه كل هذا الكلام ان شاء الله هنتمجه مع بعض فيما بعد علشان نطلع خريطة رقمية محترمة تقدر تشتغل عن طريقة شكرا جزيلا والى محاضرات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته